موسيقى مساء الخير يا أهل الكويت ورحب فيكم في حلقة خاصة سميناها نحن نجرأ على الكلام الشخصية اللي معاي كنت أتمنى تطلع من الزمان وحاولت معاها أكثر من مرة وكان يعتذر لكن ظاهر دعوتي استجابت فاليوم معاي الشيخ صباح لمحمد لسعود الصباح رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الشاهد مرحبا فيك شيخ أخيرا طبعت قصيت علي قصيت علي وانا هم قصيت عليك واحدة بوحدة شيخ ليش دخلت المؤسسة الإعلامية وانت شيخ ليش دخلت المؤسسة الإعلامية سؤالك مفروض يكون أدق ليش أسست مؤسسة إعلامية بس كان لك دخول في البداية رغبة في الدخول رغبة بالدخول بس ما دخلت موظف أو عامل لدى أحد أو أسست مؤسسة إعلامية اقتنعت أن المؤسسة الإعلامية هي مؤسسة سياسية تحكم وتتحكم من خلالها والخمس مؤسسات إعلامية الغديمة كانت هي الحاكم بأمره في دولة الكويت وبناء عليه ولأنهم مو معطين فرصة للصوت الآخر أو للأصوات الأخرى فقررت أن أؤسس مؤسسة إعلامية تكون لكل كويتي يبزي وجهة نظره ويقول رأيه في سياسة العامة للدولة من الصوت الآخر صوت الشاء الصوت الغايم جميع الأصوات كانت مغيبة في السابق كانت أغلبها عوائل وتجار تدير المؤسسات الإعلامية حكومة خفية حكومة قوية المؤسسة الإعلامية أو الصحف الخمس ما أحد يشك بهالها شيء فرضوا قرارات على الدولة حكموا الدولة حكموا الدولة نعم على مدى خمسين خمسة وخمسين سنة حكموا الدولة ما حقه سلطات عائل سلطة تنفيذية أو تشريعية الأعلام في العالم كلها يحكم الدولة بس ما يفرض لا يفرض روح للصهاينة شنو عندهم ما عندهم غير مؤسسات مال مؤسسات أعلام حكموا العالم حكموا أمريكا و هذا السبب دخولك لقناعتي بأن من يريد أن يصل صوته و يمارس الحياة السياسية في المجتمع الكويتي يجب أن يكون لديه مؤسسة إعلامية يخاطب الآخر مو لتكسب المالي أو بالك شيء ما في مشروع إعلامي في الدنيا يكسبك ماديا لا يوجد يكسبك مواقف سياسية يكسبك مناقصات يكسبك تحالفات مع من يخافهم منك بس نسمعنا في المؤسسات الإعلامية هدايا جينات توصل للملاك هدايا الأبواب تفتح لهم بكل هدايا حق صغار الموظفين هدايا حق العاملين تصور أنت صار لك ثلاث سنوات جيتك هدايا أو لا يليت والله ما يبني لكن يجرؤون أن يقدمون هدايا ليانا أنا الله خلقني أقدم هدايا تقدم هدايا من الله خلقني وابوي قبلي وهلي وعيال عمي صباح كلها بس الصحف الخمسة ما تاخذ هدايا تاخذ صفقات تتقول فلوس لا في مؤسسات إعلامية حاليا تاخذ كراميات يعني ممكن الوسائل الإعلامية الآن تحدد لها خط وتمشي فيه معروفا بيّن من تلك المؤسسات وين المبادئ والقيم والشرف الإعلامي؟ ما تصور في مؤسسة إعلامية في العالم عندها مبادئ وشرف عندها مواضيع تبتلمحها ومواضيع تبتدمرها فقط وشاهد؟ شاهد الجريدة الوحيدة في الكويت للكويتيين ما سكينا بابنا عن أي إنسان ما لم نطرح أي غضية لأي مواطن بسيط يجينا حتى كتابنا كتاب العواميد أنت محمد أنت أول ما بلشت معانا كنت مواطن بسيط منتقدر توصل لباجئ الصحف ما ندور العباقرة والمنظرين تركنا الشاهد تدار من ما لا صوت لهم في مراقب مالي على الشاهد؟ هذا قانون دولة أقر من حوالي سنة وشوية وأتصور إحنا المؤسسة الوحيدة اللي فتحنا أبوابنا الميزانيات اللي فاتت لما جت شركة تدقيق من قبل وزارة الإعلام ودققت على الجريدة والمجلة والتلفزيون والدار الكويتية الإعلام المالكة لهم لغاية ما وصلوا لشركاتي وصلوا لشركاتك نعم لأن شركاتي الخاصة تقرض الدار الكويتية للإعلام بعد ما خلص راسمالها لخمسة مليون يمتلكها أو لك مشاركة مع أحد وقيل لنا محمود حيدر وغيرها وبعض الشركاء والوسطاء أول شي قيل إن شرت من ناس كثيرة منهم شيوخ ومنهم غير شيوخ قيل إن مولت أو تمول من فلان أو علان اللي عنده دليل أو عنده برهان أو عنده معلومة أكون شاكر وممنون لها إذا يقدمها نؤكد إنها ملك الشيخ صباح المحمد تب توصل لشنو؟ خلك جريء لأن الشاهد جريئة أقول أسامي مسموح لك تقول أسامي أنا قلت لك محمود حيدر محمود حيدر سامحني ما سمعتك محمود حيدر لم يتشرف بلقائي ولا يشرفني أن يلقاني أو يصافحني محمود حيدر ما أسمع عنه إلا من خلال الإعلام بقدرة قادر أصبح من أحد أثرياء الكويت شلون ومن أي طريق ما عندي خبر هذا شغل أجهزة الدولة أو الأعضاء المحترمين في البرلمان الكويتي لو كان فيهم ريال كان حققوا منه محمود حيدر شنو ثروته ومن وين جاي لكن كلهم مكذبين وجهتنا أظهر أحترمها ما زلت مصر على رأيك أن الآلة الإعلامية بنت بيت جهال ولا يهمهم إلا المال هذا أكيد أكيد نعم وما زلت مصر عليك أبي أعرف ليش بالسابق مؤسساتنا الإعلامية لما نؤسست من بداية نهضة دولة الكويت كان هناك مؤسسات إعلامية أرجع لتاريخ أصحابها ورؤسائها سقارسن طائشين يريد صففون حسابات كم صحيفة بصحيفة دشت بحروب سياسية لقضايا شخصية أزم الشارع والسياسة الكويتية من خلال قضايا كثيرة ما في داعي أذكر أصحابها يعني مو قضايا وطنية الوطن مسكين كلنا ننادي على الوطن 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 وأغلب من ينادون بالحق والباطل والوطن والوطنية والديمقراطية والدستور هم أبعد الناس عنا والشاهد ما دشت في قضايا سياسية قد دخلنا في جميع القضايا السياسية دون استثناء لكن لم ندخل في قضايا وحدة تخص صباح لمحمد ما دخلت ما تبنيت واجهوني اندخلنا في قضايا وحدة تخصني أو تخص مصالحي أو تجارتي أو أي أن كان حلو في محور مهم موضوع اجتماع مع السفير الأمريكي شقصته ما لا قصة تصل فيه شخص مصري يبلغني أنه قدن كل رؤساء التحرير سيلتقه سفير الأمريكي الجديد وسألت بأي صفة داعينا كان من المفترض إذا يتعرف علينا يزورنا مكاتبنا كالعادة والذي يسويه كل السفرة لكن يستدعينا وظليت يومين ثلاثة أنتظر رؤساء التحرير اللي راحوا يبصحون عن هذا اللقاء لأن ما في ولا صحيفة ذكرت هذا اللقاء بس أنت رفضت الحضار طبعا لماذا رفضت السفير الأمريكي السفير الأمريكي يمثل بلده ليس يقودنا ويمثلنا ويعطينا نصايحة فتحريت وعطيت لي بعض المخبرين في الصحف يجبون لي السالفة إلى أن لقنا رئيس تحرير على أدل حال على نضطر طور سأله قال لا هذا سر ما نقدر نفصح عنه لأن السفير أبلغنا يكون اللقاء سري يا سبحان الله كل قضايا الكويت تتسابق الصحف على نشرها وأهمها اجتماعات الأسرة اجتمعت الأسرة في المكان الفلاني اجتمعت الأسرة وقررت المقولة الفلانية حلال ما يقول السفير الأمريكي حرام في صحف تتبع أو تتمنى القرب من السفارة الأمريكية أو سفارات أخرى لا في صحف مدعومة من السفارات وخصوصا الأمريكية واللي أكثرها منشتات حصل في أمريكا حيحصل في مش عارف وين من وين تقعد تجيبها المعلومات حلال إلا من قربها وموظفينها اللي يشتغلون بارت تايم عندها وعند السفارة وفيه إعلاميين أيضا كتاب صحو الأغلب الأغلب نعم يتقربون لأمريكا لو نكشف الحين عن مزدوج الجنسية سنلاقي أكثر من يمدح السفارة الأمريكية من حصلوا على الجنسية الأمريكية أو ودوا أولادهم حريمهم عشان حريمهم تولد في أمريكا يأخذون على الجواز الأمريكي جنة جنة الله في الأرض ولي حجزوا القريبا ما في دولة ضلت عايشة طول عمرها تحكم العالم مو الكويت جنة الله الكويت أرض مبروكة الله أرض الله سخر لها بشر يأتونها من ثلاثم أربعمائة سنة بغيادة الصباح أرض من سكنت ما فيها لا زرع ولا ماي ولا أي مقومات الحياة استحملوها واستحملوا حرها وعدابها عشان نحن نجني ثمارها في هذه الفترة الله رازقنا جميع أنواع النعم الحمد لله الكويت من عشرين سنة ما فيها شجر ما فيها اليوم الكويت ما شاء الله جنة جنة بعيونها لها اللي يحبونها مو بس بعيونها لها ببركة الله فيها الله طارح البركة في دولة الكويت في سياسة إعلامية بالكويت دولة تبنى لما أسست نعم أسست على دولة الكويت بقيادة أول وزير إعلام حين ذاك كان سمو الأمير شيخ صباح الأحمد ومن ثم من الشيخ جابر العلي ومن بعد الشيخ جابر العلي لم يعد هناك سياسة إعلام في دولة الكويت والدليل الوزراء اللي قاعد يحطونهم يا بارك تايم يا وزير مؤقت يا وزير بالوكالة يا وزير جاي ينفذ أجندة لحساب من فرضوا على الدولة وعينوه ما رايك في زال الكويت الله يرحم حاله ما رايك بالشيخ حمد جابر العلي الله يوفجه كلام جميل وارروع المحول الثاني شوخ الكويت في صراع بينهم أكيد يعني موسر هذا موسر أصبح في العلن نعم شو طبيعة الصراع اللي بينه صراع البشر صراع الأخوان في كل عائلة في كل مجتمع في كل مكان هناك هناك صراعات باختلاف الرأي أيا كان موسر لكن ما هي صراعات دموية أو صراعات تصفية صراع كاسي لكن هناك من يحاول استغلال خلافات أبناء الأسرة ويركب عليها ويزيد الشيق بينهم ويخرع هذا من هذا ويخوف هذا من هذا ويوز هذا على هذا ما جوابني بصراحة صراع الكراسي ما تبتقولها يا دي لا هو مو صراع الكراسي صراع النفوذ والنفوذ عن طريق الكراسي الكرسي لا يجدم ولا يأخر النفوذ هي في ناس كثيرة بر الكراسي لكن